عقد الذنة وهو الاتفاق على دفع جزية تكون ممن من الإمام أو نائبه عقد الهدنة بيننا وبينهم قتال وأراد المسلمون وهؤلاء الكفار أن يوقف الحرب لمدة معينة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه لأنها من المصالح العامة فإذا كلها من الإمام أو نائبه إلا الأمان يكون من الشخص في حدود العدد اليسير ترفع إطاف الحرب بين المسلمين والكفار لا يعقد إلا عن طريق ولي أمر المسلمين أو نائبه وتعقد إذا احتاج المسلمون إليها كضعف ونحوه فلو كان المسلمون ضعفاء فيعقدون هذه الهدنة لمدة معلومة ولو كانت طويلة كما فعل عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كما عند البخاري اتفق مع كفار قريش على عشر سنين وأما عقدها عقدا مؤبدا مدى الحياة فلا يجوز لما؟ لأن فيه تعطيل للجهاد